كلام على أن العقد هيبقى لمدة سنتين هو يعني إيه سنتين؟ أصلاً يعني إحنا كأس الأم الأفريقية السنة الجاية كأس الأم الأفريقية السنة الجاية فاز أو خسر فاز أو خسر البطولة تمام؟ هل هيقعد السنة اللي بعدها؟ طب لو قعد السنة اللي بعدها هالسنة اللي بعدها دي بتعمل إيه؟ السنة اللي بعدها دي بلا قيمة هو إما العقد يبقى لحد مثلاً وده أرفضه طبعاً نهاية كأس الأم الأفريقية السنة الجاية في شهر 6 أو لحد 2026 تصفيات كاس العالم اللي هتوصلنا إن شاء الله تكاس العالم 2026 لكن عقد اللي هو ده إيه اللي ما بقاش معروف له لهو خطة طويلة الأمد ولا خطة قصيرة الأمد ده دي حاجة مش مفهومة دي حاجة مش مفهومة يا إما أمضي معاه 4 سنين يا إما أمضي معاه سنة مهمة يا إما مهمة يا إما مشروع مهمة تكاس العالم الأفريقية أو مشروع يقعد معاه 4 سنين دي نقطة مهمة نيجي بقى الكابتن إيهاب جلال فنية نهاردة الناس تتحدث عن أنه الكابتن إيهاب جلال ما حققش إنجازات لأ أنه ينافس بمص المقصة على صدارة الدوري في وقت من الأوقات ده إنجاز أنه يجيب المصري قبل ما يجي للأرقام أنه يجيب المصري أنه يجيب المصري من المرتبة الأخيرة في جدول ترتيب الدوري الممتاز ويخليه في المرتبة الرابعة في المربع الزهب في الدوري الممتاز ده إنجاز إنه يستعمل إسماعيلي وهو في أسوأ حالة ممكنة ويخليه بقى في وسط جدول ترتيب الدوري الممتاز ده إنجاز إنه يتعامل مع بيراميز أفريقيا بيراميز بيقدم أفضل أداة في الكنفطار الأفريقية ده إنجاز هديه يتقول لي طيب مع الزمالك ما قدمش مستوى جيد ما هو ما الحقيش يقض مع الزمالك بالمناسبة يعني فاطر العادة مع الزمالك مش فاطرة كبيرة آه صحيح خسر فيها بطول أفريقيا بس ما كانش فاطرة كبيرة فاطرة ما قدرش حاس فيها مدرب سواء كيسة أو خسر بس هي فاطرة أوليل حط كسة الزمالك أو فاطرته مع الزمالك على جم لكن لكن الأهم إنه مدرب فنيا كفة مدرب اللاعبين بتحبه هتقول لي آه ماذا اللاعبين بتحبه عشان هو شخصية ضعيفة هو شخصية ضعيفة ليه؟ مين قال إنه شخصية ضعيفة؟ على فكر كل اللاعبين اللي اشتغلوا مع الكابتين قعب جلال اسأل أي لعب هيقول لك شخصية قوية جدا في قط اللبس جدا عارف بقى أنت بتقول عليه ليه مش شخصية قوية؟ شنوه راجب ما بيقليله الزهور إعلاميا ما بيعملش الشو ما بيزعقش ما بيغلطش في حد ما بيعملش أزمة فأنت تتصور إنه هو شخصية ضعيفة أو تتصور إن الشخصية القوية إنه لازم يبقى بيزعق وبيهلله الكلام ده كله أنا مش بضعيفة عكبتين أنا بجلال على فكرة لو كان أي مدير فني آخر تم تعيينه اليوم كنت أقول نفس الكلام أنا فكري في المنظومة مش في الإسم أي إسم ممكن ينجح مع منتخة مصر بس يبقى فيه منظومة صحيحة بتطلع لعبين كويسين نشوف لعيب أنا ما ذكرتش أم حاجة في موضوع المنظومة إمتى نشوف عدد لبأس به من محمد صلاح في الدولات الأوروبية إحنا عندنا محمد صلاح هو المحترف الحقيقي اللي بيلعب بانتزام وبيلعب بشكل دائم وبيلعب مع فريق بينافس بقى المحترفين إما بيلعبوا مع فرق مش بتنافس إما ما بيلعبوش أصلا يعني بيبقوا مع عندياتهم الأوروبية بس ما بيشاركوش فإحنا مش مستفيدين منهم محمد صلاح بس اللي ممكن نستفيد منه الباقي ما منستفيدش الاستفادة الجاملة فيبقى عندنا مجموعة لعبين روعين فنفكر إزاي يبقى عندنا قواعد تخلي لعبين يطلعوا للاحتراف الخاري ترجمة نانسي قنقر